حيث انطلقت في الجزائر أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر تهدف قمة الجزائر إلى التشاور والتنسيق بين دول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية كان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك في صورة تذكرية مع القادة والرؤساء المشاركين في القمة العربية ترجمة نانسي قنقر